تحديد فترة الرئاسات الثلاث أصبح قانونا شرع داخل مجلس النواب الذي لم يخلو من الخلاف هذه المرة كان من دولة القانون التي انسحبت من الجلسة اعتراضا على إدراج القانون لتكون هذه الحالة هي جزء من الخلاف الجديد القديم بين شركاء العملية السياسية جلسة أمس عندما أقر قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث كان فيه خرق الدستور بطريقة ما خرق للمادة 72 وخرق من مادة 76 وخرق للمادة 77 حيث أتاح الدستور العراقي بصورة صحيحة تحديد ولايات رئيس الجمهورية ولم يحدد ولاية رئيس الوزراء أو ولاية رئيس البرلمان وترك المجال مفتوح هنا تطبيق الديمقراطية هو حراك طبيعي يعني مجموعة من الكتل السياسية كل كتلة عندها أراء معينة ومن حقها أن تعرض أراءها ومن حقها أن تصوت إذا كانت موافقة على طرح اللي مطرح في مجلس النواب أو ما مطرح وبالتالي الشعب يقول كلمته يعني للأغلبية هي هذه الديمقراطية يا أخي الأغلبية الرأي ورأي الآخر قائمة طويلة من الخلاف والأزمات لم تقتصر على مجلس النواب بل تعدتها لتشمل الأزمة بين الإقليم والمركز على الرغم من محاولات التهديئة ليبقى الخلاف عنوانا رافقا لعملية السياسية على امتداد عمرها الأكراد سقف مطالب عالي المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة الوطنية بالنتيجة عدم التوافق إغباك للحكومة وعملها بشكل عام إغباك للشارع العراقي الذي تعب من الأزمات ومن تراكمها ودائما بأنصاف الحلول أو بدون حلول رافق الحكومة المركزية حقيقة منذ تشكيلها ولحد الآن مجموعة من الأزمات السياسية في كل فترة تخرج لنا أزمة سياسية جديدة آخرها هذه التي تتحدث عنها حاليا أخي الكريم والحقيقة أن تحديد الرئاسات الثلاثة هي خرقا للدستور العراقي إذ تم التصويت على هذه الفقرة من القانون وحاليا تم الالتفاف السياسي ومورسة سياسة لوي الأذرع وسياسة الابتزاز السياسي في هذه القضية يدو أن المشترك الوحيد بين السياسة في العراق هو إدامة سقف الخلافات في كل الملفات التي انعكست على عمل الحكومة لتبقى أكثر القوانين والأحداث المهمة معلقة في انتظار حلول لا تبدو قريبة في ظل حكومة الشراكة